ايه انواع الاسئلة؟ انواع الاسئلة فيه اسئلة open وفيه حاجة اسمها ايه? closed closed question طبعا البايعين بقى الشاطرين لازم يكونوا عارفين الفرق ما بين الاتنين دول السؤال اللي هو ايه? هل اللي اجابته لازم مالهاش غير لأ او yes or no closed question. اللي هي اسئلة بالانجليش do you او اللي هي هل يعني لكن الـ Open دي الأسئلة اللي إجابتها فيها شرح وكلام زي الأسئلة بتاعت الـ W في الإنجلش كل الأسئلة اللي بتبدأ الـ W زائد إيه؟ How اللي هي إيه؟ مين أو وأين آه ولماذا اللي هي ليه؟ وفين وإمتى وويتش ويتش ما هي؟ ويتش ويتش تعتبر Open هي Open بس فيها كلام هيتكلم بس مش كلام كتير هي جاية برضو مع الإيه؟ مع الـ Open طيب إيه الفرق بينهم؟ لما نيجي نسأل واحد سؤال يعني لو حرك قاعد مع عميل مثلا ويتبع له وجيت قلت له إيه؟ سي حاجة بسيطة في القماش حرك بتحب اللون البني قال لك لأ أنت كذا استفدت قوي يعني؟ إيه؟ إيه؟ لما قال لك لأ أنت عرفت معلومة صغيرة أو أنه ما بيحبش البني بس ما عرفتش هو بيحب إيه؟ لو كان السؤال Open وقلت له إيه الألوان الحرك بتحبها؟ كان هيقول لك بحب كذا وكذا وممكن يقول لك إيه؟ أنا بحب كذا جدا وكذا أقل شوية وكذا أقل شوية فأنت عرفت الألوان وعرفت الترتيب والأولويات فدايما البيع يحاول قدر الإمكان يحول الأسئلة إحنا الصف كونشوس بيحب يستسهل وبيسأل أسئلة كروزت ده مناسب لحضرتك؟ لا مش مناسب لا إيه دايما حاول تدرب نفسك إنك تخلي أسئلتك Open هيخلي العميل يتكلم أكتر وإحنا كل ما العميل يتكلم كل ما عرفنا نبيع له أسهل وأكتر لأنك بتعرف هو عايز إيه وبيفكر إزاي فلما تيجي حرك تقول له مثلا إيه أي حاجة ثانية السعر ده مناسب لحرك لا في ناس تكتف كده يرغي تقول له السؤال Close يتكلم يعتبر Open وإيه ديها بقى لكن في ناس أساسا بتطلع منه الكلمة بالعافية ده لو سألت السؤال Close ده يقوم إيه لك لأ خلص فأنت هتقعد بقى إيه أنت اللي زنقت نفسك وعلى فكرة لما تيجي تتفرجوا على مرامج في التلفزيون هتلاقي في موزيعين فاشلين مع أنهم بيعودوا يدريسهم في كريات الإعلام المفروض إيه الموزيع دايما عايز يطلع معلومات من اللي قدامه ويتكلم فدايما أسئلته Open لما ييجي مثلا تلتقي بمسلا موزيع ضيف تقعد تدي مقدمة للسؤال خمس دقايق عشان تطلع هي قدام الكاميرا أكتر من ضيف وبعدين تقوم سألاف الأخر إيه سؤال Close يعني قبل تقعد في الشارع وتقعد تقول له البلد والموزوب يعني حرك مبسوط مثلا من حالة المرور دي الزحمة دي عجبك لا خلاص هو كده أقفل السؤال خلص الإجاب تقعد بقى متنها حطاله المايك عايزي يقول أي حاجة طب ما انت كنت تقولي له برأيك ايه اللي يتعامل في الزحمة طب ايه سبب الزحمة طب ازاي نقدر نعالجها طيب مين السبب كل الأسئلة دي هيتدي لي بقى وسيب المايك بقى وتدي يرغي لكن عجبك لا مش عجبان خلاص طب بعدين تلاقي واحد تقعد يشاول له من وراء الكاميرا هتقول له يرغي بقى اي حاجة هلفط اي كلام السؤال غلط حتى ولادك وفي الحياة دي مهارة من مهارات انك تعرف انواع الاسئلة وصحابك لما تسأل open هتفهم هم اكتر هم عايزين ايه closed دايما بتلاقي الاجابة ايه اتقفلت منك كده في قاعدة في البيع لو حرق خط ثلاث اجابات لا احتمان كبير او ان البيع دي مش هتم خلاص ثلاثها نو بوزوا البيع كل نو بتتقال كل لأ بتتقال هي تعتبر كأنها حاجز نفسي بين العميل والبيع حتى لو كان برا الموضوع خالص يعني مثلا ايه انت جيت في البداية كده تقول له ده النهاردة ايه الجو كويس منعش ايه فيه لاسعة بردي جميلة كده حرق بتحب البرد لا قال لك لا مع انها هتقول لي ايه طب ده برا الموضوع قال لك لا مدام انت سألته سؤالة تقال فيه لا ده حاجز نفسي لا واعي كده ايه مش متفقين مع بعض حتى فيه حاجة اسمها في الكلوزنج فيه حاجة اسمها ملتبل ياس كلوزنج بتوعى تسأله اسأله تكون متأكدة انه هيقول ايه اه ايه 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 ياس 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 كده نفسيا انا مشتريت خلاص دي ايه واحدة من التكنيكس بتاعت الكلوزنج طيب يبقى احنا نحاول نسأل اسئلة ايه هو الهدف احنا بنسأل ليه اصلا بنسأل ليه الاسئلة دي اللي هتوصلنا الهدف ان احنا نفهم ايه المنتج الانسب عندنا للعميل وهو محتاج ايه